موسيقى بس انا عاوز اقول شيء كتير 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 مهم المسيح ما عملش اي اي يعني شيء اللي يكون محفز للتلاميذ ما وعدش بطريق مفروش بالورود ان اراد احد ان يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني بتعرف انا عاوز اقول شيء كتير كتير مهم لكل احبائنا اللي بشفونا بالشرق الاوسط وبشمال افريقا وانتو عارفين بكل وضوح اليوم فيه الاف عشرات الالاف بالحرق مئات الالاف من احبائنا المسلمين اللي بيجوا ليسوع المسيح وبتعرفوا يعني صدقوني لا فيه فلوس ولا فيه اي طموحات ولا فيه اي وعود ولا سفر ولا مبالغ ولا اي شيء بل بالعكس عم بيجوا للرب يسوع لانه بيحبوه وكتير من اللي انا بتكلم عنهم بيواجهوا اضطهادات من اهليهم من احبائهم سواء اضطهادات سياسية من الحكومة اضطهادات دينية من رجال الدين اضطهادات اجتماعية من العيلة اضطهادات فكرية يعني واحد بيدور على شغل مش عم بيلاقي شغل تارف ليه؟ لانه مسيحي مع انه عنده كل الكفاءات واحد بيكون ناجح بالمدرسة وبتفوق بالجامعة ما بنجحه ليه؟ لانه مسيحي والعاوز اقوله رغم كل هذا الله بيغير والله بعمل حتى يومنا هذا وانا اتكلم احبائي مش اي ناس عندك من كل نوعيات الناس السياسية والدينية كل نوعيات الناس عم تيجي للرب يسوع المسيح وبالامانة بحياتنا بحياتنا ما وعدنا اي شخص اي شيء بل بالعكس احبائي اللي من خلفية اسلامية دايما بيعرفوا بكل تأكيد انه انت رح تواجه الاضطهاد رح تكون مكروه من المجتمع تبعك من السياسة رح يعتبروك خاين مع انه المسيحيين معروفين بوطنيتهم كلهم بحبوا بلادهم صدقوني اكتر ناس بيصلوا يعني اذا في حكام او قادة بيسمعوني اسمعوني من فضلكو اكتر ناس بتصلي من اجلكو هم المؤمنين وصدقني هؤلاء اللي اختبروا المسيح من خلفية غير مسيحية ما تتصورش كمية الصلاة من اجل القيادات السياسية والدينية والروحية بيصلوا من اجل بركة البلد حتى الرب يزود البلد بالخير وبالنعمة وبالبركة ايضا هؤلاء الناس فيش اي وعد بالربح المادي بل بالعكس بيتحملوا الام الصليب والاضطهاد الفكرة والجسدة والبعض عم بيقتل من اجل رسالة يسوع المسيح فما تحكي لي اي كلام تزدت وزدت هيك مرات على الفيسبوك هاي ناس عم بتضحب كل غال ونفيس انا ممكن احكي لك اغنياء فقدوا كل ثروتهم من احباءنا المسلمين انا بعرف واحد عنده 12 محل خسرهم بين عشية وضحها واحد عنده محل كبير مشهور حرق ليه لانه صار مسيحي مع انه بحب اهله وبيصلي لأهله وبيحب بلده وبيصلي من اجل بلده لكن كل ما هنالك انه اختار يسوع المسيح اختار الالم اختار طريق الصليب اختار مين اللي بده التعتسي والبهدلي والزلط والزلط طب ما الناس اسهلها ما اكثر تجار الدين وما اكثر المرائين والكذبين في هذه الايام مين مستعد يضح بسمعته بكرامته ببيته بامواله بكل ما من اجل خاطر يسوع المسيح اه فيه ناس لليوم ما زالت بتدفع الثمن بتكلمش نعم من الفين سيقع بتكلم على اليوم شان هيك مئات الالاف اللي امنت بيسوع المسيح وخسروا خسروا كتير اشياء وانا بصلي انه وحدة الكنيسة زي كيف كانت يهود وامم ناس من خلفية اسلامية مسحية يكون في اتحاد كامل ونصلي حتى كل الجسد يسدد احتياجه